السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب بأربعة أيام الإعلام الجزائري نسي التركيز على التسويق لهذه البطولة وأصبح همه وتركيزه الوحيد فقط هو على فوز القجع وبعثة المنتخب المغربي متى ستأتي لجزائر ومن أين ستنطلق بعثة الأسود وكأن الإعلام الجزائري لم يأخذ العبرة من بطولة الشان الأخيرة قرار فوز القجع واضح ولا نقاش فيه لدينا عقد مع الخطوط الملكية المغربية للطيران وهي الراعي الرسمي للمنتخبات المغربية بجميع فئاتها السنية ومطلبنا هو التنقل عبر رحلة مباشرة كما فعلت الدول الأخرى المشاركة في هذه البطولة الإفريقية أو لن نشارك في هذه البطولة الغريب في الأمر هو أن المسؤولين في الجزائر عوض ما يوضفوا الأدوات الإعلامية ديالهم لهذه البطولة ويسوقوا وحصوا صورة جميلة على الملاعب ديالهم وكذلك على السياحة في الجزائر على التقافة ديالهم يحبوا الناس أنهم يجيوا ويزوروا جزائر ويتفرجوا على هذه البطولة سواء كان جمهور عربي أو إفريقي أو أوروبي لكن المشكلة الوحيدة هو همهم فوز القجع وبيعثة ديال المتخب الوطني المغربي أنها ما تنقلش عبر خطوط الملكية عبر خط مباشر من مطر سلة بالعاصمة الرباط صوبة المدن الجزائرية يبغاوا يتكرفصوا على البيعثة ديال المتخب الوطني المغربي ويتنقل من دولة إلى دولة أنها بجي تشارك في هذه البطولة نفرض مثلا أن نظمتم كأس أمم إفريقيا 2025 وجماهي المغربية أرادت أن تدعم الأسود شنو غادي تدير واشادي مقمشوا لتونس وجيهم ميصر ونقلوا عبر الطائرات بحل رانك اللعبون غريب صراحة أمركم إن أردتم أن تنظموا بطولات قارية عالمية يجب عليكم أن تكونوا مسامحين مع الجميع وتبعدوا الرياضة على السياسة إخواني نخليكم مع هالفيديو شنو قالوا المحليين أو المهرجين في الجزائر على فوز القجع وبعثة المنتخب الوطني المغربي التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا للشباب لأقل من 17